لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء كلنا أكيد حفظينه دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت ولكن الموضوع أكيد أعمق وأكبر بكتير وليه أسرار كتير كده غير الدعاء يا من دعاك نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحوني يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت بلفظ يونس وحميته بشجرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربه فرحم عبادا كلهم ذنوني قصة سيدنا يونس عليه السلام من أفضل قصص القرآن الكريم وسيدنا يونس في القرآن الكريم ربنا جعله سورة كاملة باسمه في القرآن سورة يونس عليه السلام وسيدنا يونس بالمناسبة اسمه ذنون ذا بمعنى صاحب النون يعني الحوت يعني سيدنا صاحب الحوت بالضبط أول ما نذكر سيدنا يونس بنذكر على طول صحيح قصة الحوت إيه قصة الحوت وموضوع الحوت وإيه علاقة سيدنا يونس بالحوت وبالقرب وتفريج الكرب الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه فأعز حضرتك تحكيه بشكل مبسط لإني اكتشفت إن الشباب والجيل الجزيز اللي طالع ما يعرفوش أي حاجة عن قصص القرآن الكريم صحيح رغم إنها قصص فيها العبر والدروس طبعا رسالة إيه بالضبط لو إحنا قعدنا كده فهمناها هنستوعب منها دروس تنجحنا مدى الحياة صحيح سيدنا يونس ربنا سبحانه وتعالى أرسلوا في قوم ما يعرفوش ربنا بيعبدوا الأصنام فبعت لهم ربنا سبحانه وتعالى سيدنا يونس علشان يقول لهم الأصنام دي غلط واعبدوا ربنا سيدنا يونس أول ما وصل لقومه شاف منكرات عجيبة وغريبة فواحش خمر زنة سرقة ظلم والأعدد بتاعهم كتير جدا فسيدنا يونس وقف كده مع نفسه وقال أنا هغير دول بقى أنا أقدر أصلح المشاكل الأخلاقية والعقادية عند كل المجموعة دي بكل المساوئ اللي فيهم فربنا سبحانه وتعالى بيعلم سيدنا يونس درس وبيعلمنا درس مدام ربنا سبحانه وتعالى كلفك بموضوع يبهي عينك عليه مدام ربنا سبحانه وتعالى حطك في طريق يبقى عارف أنك قادر على ده ربنا عارف أنك هتقدر تنجح وهتقدر تأدي وحط فيك المواهب والإمكانيات والقدرات اللي هتخليك تنجح في الحتة دي اوعد سيبها اوعد سيبها وتمشي سيدنا يونس وقف وقال معقول أنا هقدر أغير القوم معقول هقدر أغير سلوكياتهم وأخلاقهم برغم عددهم الكتير ده بدأ يدعو وبعدين لم يستجيبوا له سيدنا يونس لم يتحمل فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى يونس قال له لو الناس دي ما سمعتش الكلام أنا هنزل عقاب فسيدنا يونس قال مدام فيها عقاب يبقى السلام عليكم قرر سيدنا يونس أن يسيب القرية دي بالمناسبة كان اسمها نينوة في العراق نينوة بكسر النون الأولى فقرر سيدنا يونس يسيب القوم وهنا بقى بدأت الدروس المستفادة من القصة لو ربنا سبحانه وتعالى حطيتني في مكان أثبت فيه ده اختيار ربنا ما تبطرش عليه ما قلشي لا أنا هسيب الشغلانة دي وروح تشوف شغلانة تانية ميأس يعني من بداية بالضبط لا تحبط سيدنا يونس قرر أن يخرج من القرية لقى السفينة في البحر علشان تنقله بقى النحية التانية ركبوا السفينة العدد كتير وكادت السفينة أن تغرق إلا أن السفينة تسير بقدرة الحي الذي لا يموت فقرروا يعملوا أرعى علشان ينقزوا الكل المجموعة اللي في السفينة أراموا الأول الأمتعة برضو السفينة مش عايزة تستقر اللي معاه شنطة اللي معاه أكل اللي معاه شرب اللي معاه أراموا برضو السفينة لا تريدوا أن تستقر فقالوا خلاص نبتدي بقى نرمي حد مننا يضحي علشان السفينة تنقو يعملوا القرعة تطلع على سيدنا يونس يقولوا له أبدا ده أنت الصالح اللي فينا نعيد القرعة يعملوا القرعة تاني المفاجأة تطلع على سيدنا يونس يقولوا أبدا ده أنت الصالح اللي فينا المرة الثالثة طلعت القرى على سيدنا يونس فسيدنا يونس رمى نفسه مباشرة من السفينة في قاع البحر الله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي يعمل ايه ربنا؟ يسخر حوت لسيدنا يونس مجرد ما سيدنا يونس ينزل من السفينة في قاع البحر الحوت جاهز الحوت منتظر سيدنا يونس هب بلع سيدنا يونس في بطنه أزمة طبعا أزمة خطيرة كرب خطير ده أنا لو تقفل علي باب شقة ومعيش مفتاح ولا معايا موبايل أبقى متوتر حالة هيبقى عاملة ازاي لو تقفل علي باب أسنسير والنور قاطع وأنا في عمارة ما فيهاش حد هتبقى ظروفي عاملة ازاي سيدنا يونس حضرتك في بطن الحوت مجرد منزل بطن الحوت بدأ كرب شديد جدا